اكد نجم منتخب شباب العراق لكرة القدم عبد الرزاق قاسم تلقيه عدة عروض للاحتراف في اوروبا وذلك بعد تقديمه مستويات مميزة في بطولة كأس اسيا للشباب في اوزباكستان الفين وثلاث وعشرين رفقة منتخب بلاده الذي حصد المركز الثاني في البطولة القرية بعدما ضمن التأهل الى كأس العالم للشباب اندونيسيا الفين وثلاث وعشرين وقال قاسم في تصريحات خاصة منتخب شباب العراق كان مميزا في بطولة كأس اسيا بسبب العناصر المميزة الموجودة في المنتخب وايضا تعامل الكادر التدريبي معنا والذي كان مثل تعامل الاب مع ابنائه واضاف بطولة كأس اسيا للشباب كانت صعبة واستطعنا تحقيق انجاز التأهل لكأس العالم بتكاتف الجميع نحن نعد الجماهير العراقية باننا لن نذهب الى المونديال من اجل المشاركة فقط لكن سنكون احد الفرق المنافسة واكد تلقيه مع بعض زملائه عروضا من اندية اوروبية عديدة وذلك بقوله بعد المستويات التي قدمناها كلاعبين وصلتنا عدة عروض للاحتراف شخصيا وصلتني عدة عروض للعب في الدوريين الهولندي والبرتغالي وستكون لي جلسة خاصة مع وكيل اعمالي لاختيار العرض المناسب يذكر ان قاسم يلعب منذ صيف الالفين وواحد وعشرين في صفوف الشرطة العراقي بطل الموسم الماضي ومتصدر الموسم الحالي للدوري العراقي المنتاز لكرة القدم وهو احد الاعمدة الاساسية للفريق منتخبنا الوطني يغادر عصر اليوم الى مدينة سانبترسبيرج الروسية على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء الودي مع منتخب روسيا يوم الاحد القادم صانع العاب فريق القوة الجوية محمد قاسم افضل عدم التعليق بخصوص السبب وراء استبعادي من قبل الاسباني كاساس والكابتن يونس محمود بيض صفحتي خلال تصريحاته في خليجي خمسم وعشرين انا جدا مظلوم ولا استطيع ذكر السبب الذي حرمني من البطولة اذا تكلمت بالحق انا متأكد سوف يعزلوني من كرة القدم من قبل الاتحاد العراقي لذلك انا لازمت الصمت لكن في الحقيقة انا مظلوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر